يعتبر من أكثر التعليقات اللي جاتلي على القناة أستاذ مجدي احنا اشتريني شاشة من سامسونج يا ريت تشرحنوني اعدادات الشاشة بشكل تفصيلي بيكون بسيط وجدنا حوالي ستة أسئلة أول سؤال الشاشة بتفصل من نفسها في حاجة اسمها مؤقت النوم في حاجة اسمها اعدادات الوقت هنشرحها بشكل تفصيلي في الحلقة بتحت النهاردة المنطقة الزمنية التاريخ الساعة نتسطب عندي على الشاشة اللغة الإنجليزية عايز اغير اللغة اخليها اللغة العربية حساب سامسونج انا دلوقتي اضفت ايميله بالصورد على الشاشة بتضيف ايميله بالصورد ليه؟ عشان خاطر تقدر تعمل تثبيت للتطبيقات وتقدر تعمل تسجيل صوته من خلال البيكس باي عايز اعمل ازالة للحساب عايز اعمل تبديل للحساب اعمل تسجيل خروج ده بيتم ازاله السؤال الرابع اسم الجهاز نفترض الشاشة بتاعتك والشاشة دي مثلا الايو 8000 الايو 7000 اي شاشة من سامسونج اسم الجهاز عايز اغيره لاسم الشخصي اعمل اتصال بالبلوتوز انا عايز يظهر لي اسمي انا مش اسم الجهاز ينفع اغير اسم الجهاز السؤال الرقم 5 رمز التعريف الشخصي كلنا عارفين ان البصورد بتاع الشاشة اربعة تصفار عايز مثلا بتعمل ضبط مصنع للشاشة عايز اضيف اي حاجة على الشاشة الاعدادات بتاع الشاشة الداخلية بيطلب منك بصورد اربعة تصفار ينفع اغير البصورد ده ولا لا والسؤال الرقم 6 اخر السؤال في الحلقة تحت النهاردة وضع الاستخدام عم المجدي انا متفرج على الشاشة يظهر لي مناظر طبيعية اشعارات بيخرج لي من القناة ويجيب لي الفيديوهات ده اسم وضع المتجرة ازاي يخلي الشاشة على وضع الاستخدام المنزلي في حلقة تحت النهاردة مهمة جدا فلو يهمك الفيديو خليك معايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مجدي عبدالغفار يا رب نايمان تكونوا بخير في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اتمنى ما كل الناس اللي عني في القناة لو عندك ايسا فصار بخصوص شاشة سامسونج او شاشة ال جي اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هروا تعليق ولو مردتش عليك تأكد تماما التعليق والله عزيم انا بشوفه ومسجله عني هنا في نقط وبعمل بي فيديو ومنزله في القناة فادورك بان انت تشارك في القناة واتفعل الجرس علاق الكل عشان لو نزلت في الفيديو جديد يجيلك اشعار بالفيديو اللي جاي هسبلك في اول تعليم وثبت وكذلك في سندو الوصف قيمة تجريل خاصة بشرح شاشة سامسونج وشفح تفصيلي وقيمة تجريل خاصة بشرح شاشة ال جي عايز تفهم اي ميزة عايز تحل اي مشكلة بنفسك وروح على قيمة تتشغيله وصدعني يلا بنا نخش على الشفح العملي لا تنساش تعمل لايك للفيديو طيب اول حاجة هدوس على علامة البيت فرموت كنترول وبعد كده هاجي على كلمة الاعدادات سيتنج وادوس اوكي هاجي بعد كده على كلمة عام واحود شمال وبعد كده مدير النظام ظهر لي ست اختيابات الست اسئلة بتوع النهاردة اول سؤال الوقت ظهر لك هنا ثلاث اختيابات الساعة انت عايز تغير في الساعة تلقائي ولا ادوي فانا ادوس هنا على الساعة وضع الساعة انا عامله تلقائي عايز تخليه ادوي فيش مشكلة تختار ادوي تبدل التاريخ وتغير في الساعة زي ما انت عايز فبالتالي انت عندك التاريخ والوقت مش متزبطين خش الزبط نفس النظام برضو جوا الساعة في حاجة اسمها المنطقة الزمنية فانت بتجي هنا اخلي مثلا تلقائي انا مخلي تلقائي ازاحة الوقت هتخليه اسفار وتدوس على اوكي المنطقة الزمنية اللي هي جي امتي اللي هو مثلا توقيت الكاهير او جبينيتش فبالتالي وضع الساعة هتخليه تلقائي ازاحة الوقت هتخليه اسفار طيب مؤقت النوم مؤقت الاقاف لازم تخليهم في وضع الاقاف مؤقت النوم عايز الشاشة تفصل بعد ثلاثين ديئة من نفسها الشاشة هتفصل 60 ديئة 120 ديئة 180 ديئة فانت تخليها في وضع الاقاف مؤقت الاقاف مؤقت الاقاف هركز بقى في الميزة الجهنمية دي بص يا سيدي هدوس هنا هتعندك هنا دي ايام من اسبوع Sunday Monday Tuesday Wednesday Friday Friday انت بتحدد الوقت ان انت عايز في الشاشة تفصل من نفسها يعني الساعة مثلا تسعة يوم السبت ويوم الجمعة الشاشة تفصل من نفسها فانت بتحدد هنا ندوس على اعداد عايزها كل يوم والعايزها مثلا يوم مثلا اليوم والجمعة السبت والتنين فانت بتحدد عايز تخليها يدوي يوم السبت يوم الجمعة الساعة مثلا نفترض يعني الساعة 23 يعني الساعة 11 22 يعني الساعة 10 نفترض الساعة 9 21 يعني الساعة 9 انت عندك 24 ساعة طيب هدوس اوكي بعد ما تخلص دوس اوكي خلصت هنا دوس اوكي وبعد كده هدوس على اغلاق ان لا يحصل مؤقت الاقاف الساعة 9 ايام ايه بقى يوم الجمعة يوم السبت الشاشة تفصل من نفسها تمام؟ عايزة الغي مش مشكلة خالص هخلي الاعداد هنا هخليه اقاف كل حاجات لغت وادوس على اغلاق اقاف ايبقى مؤقت النوم هتخليه اقاف مؤقت الاقاف هتخليه اقاف طيب هنخش على حاجة بقى اتنين اللغة هدوس على انا مختار اللغة العربية هدوس هنا اوكي عايزة خليه مثلا اللغة الانجليزية هتستنى ثلاث ثواني 3 2 1 اللغة بات انجليزية طيب عايزة ترجع تضغط على لانجوج عايزة خليه مثلا فرنساو عايزة خليه مثلا دويتش الماني نخليها مثلا اسبان شب انت حابب تخليها ايه على راتك خالص عربي تمام او طيب بيجيب لك هنا اشعار التفاعل الصوتي لا يتوفر التفاعل الصوتي باللغة العربية احنا قلنا ان التسجيل الصوتي في شاشة سامسونج الايو 8000 او الايو 8000 او الايو 7000 التسجيل الصوتي من خلال البيكس باي بيبقى باللغة الانجليزية فقط في موديلات تانية فيها تسجيل صوتي باللغة العربية بس السعبة بيكون الغالية شوية حساب سامسونج هسيب لك في صندوق الوصف فيديو شرح تفصيلي ازاي تضيف حساب سامسونج على الشاشة والنهاردة نتكلم بقى ازاي تعمل ازالة الحساب وتعمل تسجيل خروج فانما اضعط هنا جاب لي هنا الحساب زي ما انته شاهدين عايزة اعمل تسجيل دخول لأي حساب تاني عايزة اتشاء حساب وانا احنا شرحنا الجزء دي بشكل تفصيلي ان انت بتدوس على كلمة حسابي وبعد كده تروح على ازالة الحساب عايزة تعمل ازالة الحساب او تعمله تسجيل خروج وتوقف على كلمة حسابي اه تنزل تحت وتدوس اوكي وبعد كده تعمل تسجيل خروج او تعمل ازالة للحساب طيب اسم الجهاز زي ما انت شايفين سامسونج ايوتامة تلفمية خمسة وخمسين تيبلي عايزة تغير اسم الجهاز اخلي مثلا مجدى عبدالغفار اي اسم على راحتها خالص تغيير رمز التعريف الشخصي ده رمز البل اربعة صفار ده البصورد متاع الشاشة طيب يطلب منك تدخل اي ممزة جديد وتعمل اعادة للادخال مرة تانية وبعد كده بتدوس على تم بعد ما تخلط خلص بتدوس على تم فلو انت عايز تغير البصورد بتاع الشاشة وضع الاستخدام نركز بقى مع بعض في اخر سؤال انا مختار وضع المنزل اضعت هنا اوكي ادخل البصورد اربعة صفار نستقلم من شوائه ده رمز التعريف الشخصه اربعة صفار هاختار وضع المتجر بص اللي يحصل دلوتي وادوس على موافق هيخرج دلوتي من الشاشة ويروح على المنزر طبعا انت شايفينه ده ده اللي بيحصل معك عشان الشاشة على وضع المتجر اللي بيحصل تفرج على تلفزيون على اي قناة فاجأة يخرج لك من حاجة اللي انت كنت توافع عليها ويجيب لك المنزر الطبيعية الجاملة ده اسم وضع المتجر طيب لو انت مخلي الشاشة على وضع المتجر ايه اللي يحصل؟ لو انت زبط الالوان هترجع من تاني فعشان الالوان تثبت لازم تخلي الشاشة على وضع الاستخدام المنزلي عشان ما توصلش للاشعارات دي هتخلي الشاشة على وضع الاستخدام المنزلي اللي هو وضع المنزل بنعمل ده ازاي؟ هدوس على اي زرارة عشان اخرج هدوس مثلا على الباك وضع المتجر ده اللي شغل هدوس على علامة البيت بعد كده الاعدادات هجعل كلمة عام اف عليها احرض شمال مدير النظام هنزل تحت خالص وضع الاستخدام وضع المتجر هنخليه وضع المنزل هختار هنا بصورد اربعة صفار وبعد كده وضع المنزل بس كده فلو انت عدلت اي حاجة في الصورة يعني انت مسلا لو دخلت على الاعدادات بتاعت الصورة عدلت اي حاجة فيها هتثبت نفس الموضوع ده في شاشات LG بتعدل في الصورة وتلاقي برضو الاعدادات اللي انت عملتها ما تحفظتش ده عشان انت بخلي الشاشة على وضع المتجر هتخلي الشاشة على وضع الاستخدام المنزلي هسيب لك دولاتي شاشة نهاية شرحة تفصيلي شاشة سامسونج اكتب لي في التعليق ان شاء الله هارض عليك كان معكم مجدي عبدالغفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا